اهلا وسهلا فيكن احبائي متابعيني اليوم وصفتي سمبوسة بس سمبوسة كتير سهلة مكونات كتير بسيطة واقتصادية وتطلع معكن هيكم ارمشة وتطلع الجبنة من جوا عم تشط وتمط ازا بدنا نحتفز فيها بالفريزر لرمضان تاخد العقل بتجنن عجيني من اسهل ما يكون اذا كنتوا اول مرة بتشوفوا قناتي لا تنسوا ضغطوا على مربع الاشتراك والجرس لتوصلكم اشعارات الفيديوهات الجديدة واهلا وسهلا فيكن اذا كنتوا متابعيني كمان اهلا وسهلا فيكن وهي هي السمبوسة يا لطيف شو طيبة انا قليت شوي والباقي كلياتهم حطيتهم بالفريزر بتشوفون بفيديو تحضيرات رمضان حطيت لكم فيديو عن كل شي عملته حطيتهم بالفريزر قبل رمضان رح نبدأ بالمقادير ثلاث اكواب طحين عادي مستعمل اي كوب انتو بتحبوه او حتى الكوب المعياري بديضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الملح و معلقة صغيرة مليانة من البايكينج باودر بخلط النواشف هيك مع بعضه حتى اتاكد انه الملح اختلاط البايكينج باودر اختلطوه هلا بديضيف ثلاث معالي اكبار من السمنة او اربع معالي من الزيت النباتي او ثلاث معالي اكبار من الزبدة الطرية المكونات هاي هلا اختيارية انا ضفت نص معلقة صغيرة من المحلب وبعدين رح ضيف شوية سمسوم وحبة البركة اختياري اذا حابين ايا نوع من انواع المطيبات بدنا نخلط الطحين كتير كتير منيح بالسمنة يعني حس صار انه صار متل الرمل يتغلف كل الطحين بالسمنة او حتى بالزيت او الزبدة هيك حتى تقرش وتقرمش لازم هيك الطحين يصير متل الرمل مغلف بالمادة الدهنية قبل ما ابدأ ضيف الماء وعندي ماء عادي يعني دافي دفيتو شوي بالدولة مو سخن دافي ببدا بخلطون هيك مع بعضون كمية الماء حسب نوع الطحين بس ما فورا بزيد كتير مي هون ضفت شوية سمسوم وشوية حبة البركة عم ضيف الماء اضافة الماء بتكون بالتدريج شوي شوي وبخلط ما بدي كتير مي وبعدين ارجع حط طحين والطحين يبقى ما في ما في عليه سمنة او زيت فشايفين كيف عم شوي شوي عم بخلط عم ضيف الماء هلا هاعجن بيدي ولاحظتوا انه هي ما عم تلم لسه على بعضها لكن انا ما عم اضيف مي لسه بستنى شوي هيك من تحت لفوق برد بعجنة بتلاقي لمت على بعضها مجرد لمت على بعضها بوقف عجن ما بخلية عم تنعجن خلص هيك وصارت شايفين طرية مو قاسية ما بنيها قاسية زقاسية من ضيف شوية مي دي غطيها وخليها ترتاح هلا هيك عشر دقايق اربع ساعة هاي السنبوسة بيصلح فيها كل انواع الحشوات خضار دجاج لحم اه جبن انا اليوم عم بستعمل نوعين جبن جبن اللي عم يستعملها موتزاريلا او عكاوي او نابلسية فممكن يحط هيك يخلط شوي بيضة مع شوي عكاوي يعني بتصير بتشطو متمط واذا الجبن البيضة بلدية وطعمة طيب كتير بتطلع الحشوة طيبة ومنبدأ نرق ونشكل عم ارق انا بالشوباك ممكن نستعمل قطاعات ممكن نستعمل اي كاسي عنا قطاعات كوكيز وشكل انا استعملت اليوم نوعين من الاوالب اللي بشكل فيهم البرك الاوالب هيك اللي بتجي من فوق مدورة او مربعها هي بحط الحشوة وفوق طبقة عجين وبعدين بالقالب هذا هذا القالب اللي بنعمل فيه الرافيولي كمان بيطلع شكلهم حلو دو الاوالب بيجي منهم مربع بيجي منهم مدور بس هيك بحط طبقتين عجين وبعدين بهي القطاعات بيطلع معي شكل السنبوسة كتير طيبة بس بتأكد انه مسكرة منيح ونتأكد انه ما كترنا حشوة وزا استعملنا حشوات تانية مثل الخضار والدجاج او اللحم تكون حشوتي مصفاية ما فيه سائل ابدا وإلا بتفتح معنا وهون كمان استعملت هذا القالب البلاستيك اللي بنشكل فيه البرك بجبنة والبرك بسبانق أو يعني السنبوسة بشكل عام فيه له اياسات كتير انا اليوم عم بعمل كمية انا عملت ثلاثة عيارات من هدول العيارات بدي حطن بالفريزر مشكلن هيك وطيبة طبعا تكون اريئة مشان تقرمش معنا وبيطلع شكله احلى ما يكون فيه كتير عجين ومتل ما قدتلكم فينا نستعمل اي حشوة نزلت حشوات كتير فينا نستعمل السبانق حشوة السبانق فيها كتير طيبة خاصة نكون هيك السبانق فيها دبس رمان وسماء وجوز كتير بتطلع طيبة هلأ حشكلن هيك كلياتهم بالقطاعات وبالأوالي حطن على صواني خليهم بس يتجمدوا بالفريزر بعضين بحطن بأكياس وبخليهم لوقت الحاجة بس هلأ شوي لحقلي كم واحدة معكن لحتى تشوفوا قده هي بتطلع لونة حلو وبتطلع مقارمشة طبعا هون انا حطيت للعجينة اختياري السمسم وحبة البركة اختياري بس بيعطيني شكل فينا ما نحطن وزيت نباتي على النار نار متوسطى يعني لا باردة ولا حامية وببدأ بنزل السامبوسة تبعي او البرك بالجبن اذا كانوا بالفريزر مجمدين فبطالعهم من الفريزر وبخليهم شوي برا الفريزر بالمطبخ يعني ربع ساعة عشر دقايه رح حتى تسيح معنا الجبنة لانه اذا نزلتم الفريزر دغري على الزيت الصخن رح ينقل السامبوسة من بره وتبقى الجبنة مسايحة شوفوا كيف بيطلع لونة اشقار وهيك بيقرمشوا كتير ونحنا عما نقلبهم منحط عليهم الزيت هاي واحدة من انواع السامبوسة اللي انا نزلتها بتلاقوا بصندوق الوصف انواع كتير وحشوات كتير بتطلع معكم قطية واسهل سامبوسة برمضان ارمشة ارمشة وفشوفكن بالفيديو الجاني اشتركوا في القناة